على فكرة دي أهم قضية أنا هنقشها معك اللي لدي قضية شخصية اللاعب ومين مسؤول عنها ده كلام مهم جداً هنقشه باهتمام لأن قضية فعلاً مفصلية اللاعب اللي بينجح في أي حاجة الشخصية إزاي الشخصية دي بتتبني ومين مسؤول عنها ده كلام مهم هنقش المهندس عادل فيه لكن هو محمد صلاح قال إيه الرسالة اللي أيقظت زملائه ونبهت الرأي العام هنا خدوا بالكوا لا في خطأ في خطأ إن جمهور المنتخب الوطني مش موجود نشوف صلاح أنا مبسوط مع اللعبة 100% علاكت باللعبة كويسة جداً ومفتكرش إن في حد يكلم عليها كلمة وحشة وأنا كلمت على حد كلمة وحشة في المرعب بحاول أساعد اللعبة على قد مقدر بالخبرات اللي كتبتها بره أو جوه بحاول أدي كل حاجة للمنتخب على قد مقدر بس بحس إن في ناس شوية مسانية أي حاجة عشان تتكلم على صلاح أو على لعبة تانية للأسف اللي إحنا عايشين عصر السوشيال ميديا كلما تكبر شوية الجماهرية بتاعت المنتخب ما بقتش موجودة زي الأول الناس بقت بشجع الأندية اللعبة بقتشجع بقتشجع أسف الجمهور بشجع اللعبة وبيشجع الأندية ودي حاجة ما كانتش موجودة لأول حاجة أسمت المنتخب أسمت الكورة المصرية عامة با دلوقتي بتشوف صفحات معمولة بس عشان تدفع عن لعبة أو عشان تدفع عن أندية وهما فاكرين ناحية كويسة هي مش كويسة أنت ممكن ما تدر الصلاة عشان أنا مريد بالحاجات دي بس اللعبة تانية لسا جاية صغيرة ده كله هيدرها ده كله بيكلل لعيب نفسه مركز على نفسه بس وخلاص شوف أنا قلت لك أنا متفق أن فيه خطاع من الناس بفكر كده ولذلك خلافي هنا مع مقاله كابتل محمد صلاح أني لأ مين قال أن الجمهور أولوياته هي الأندية مش المنتخب عندما يؤدي المنتخب مؤكد 80% على الأقل من الجماهير هي جماهير منتخب فيه جزء ممكن يبقى صوته عالي شوية أو عشان أليات الشعور بالمعارض بقت عالية توصيل الرأي أنت دلوقتي ألية السوشيال ميديا وصلت أن المعارض صوته أعلى من المؤيد المؤيد ما بيعبرك على النفس فأنت بيتهيالك أنه هو ده هو ده الرأي العام هو ده كل الرأي العام لا ده مش الرأي العام كابتل صلاح لا بالعكس بدليل بدليل أن أنت بكل استفتقاتك لا هذه الكتلة الجماهيرية الكبيرة كتوراك أنت لأنك تمثل الأمل لهؤلاء يحدث بعض الخلاف فبعض الناس تحرك الأمور في اتجاه لكن ده مش معناه أنه هو ده وده خلافي مع كل الناس اللي بتصنف الجمهور من هو الجمهور مين هو شاور عليه ده ولا ده ولا ده وليك في الجمهور بمغرد أنه شافت كم واحد العاشر نماذج دول مختلفين أصل في الرأي مع بعض ما هماش فما تقدرش تقوله الجمهور أيوه لكن الجمهور المنتخب ده ماصر منش عايزين نتصور أن في حاجة تصبق ماصر عند أي واحد مواطن سوي آه طبعا خلي بالك في انتماءات أخرى ملاش دعب الرياضة أيوه قد تحركنا وتظهر هذا الخلاف ما تتأثرش بها كابتن أنت وزميلك لأن في ناس عايزة تفهمكم أنكم في حزلة أبدا لأن تقلقكم هيسعد السواد الأعظم اللي دايق هذه القلة أوعى تتصور لا يا كابتن صلاح ما هو أعباء الشغرة هي دي أعباء أعباء أنك تبقى قدوة والكل ينظر إليك أن قطاع حيشعر بالغيرة قطاع حيحاول يستسمر حاجة ضدك لكن أنت في إيدك حاجة تعملها وعملتها أنت لعب تحت تأثير هذا الضغط أفضل مباراتك مع المنتخب منذ فطرة وزميلك عمله كده هذا التفاني هذا التفاني معدي ولكن ليس مرضا هو ظاهرة صحية معدية انتقلت بشعاع من الأمل والطاقة الإجابية أصد زبريم عند الناس الناس كلها النهاردة بتتكلم إزاي هي دي مصر هي دي الجماهير المصرية اللي صحيت اللي كلها سعيدة لدرجة حتى اللي كان بيهاجمك في البرامج عشان عارف أنه حيب أنغم أنشاز لو دخل الآن غير كده ابتدى أقول لك مصر أيوة كده ولقينا نفسنا الحمد لله على السلامة وصلته هو كان الخلاف بس برضو ما كانش معه اللعيبة كان معه توظيف اللعيبة وده اللي أنا بقوله العربية كانت محطوطة قدام الحصاء لأنه وهنا مش قلت لكم وكروش لازم نعتذر لا كروش اللي اعتذر لنا لأنه لما عاد للدنيا زم الناس كانت عاية إنه احنا قل له دي فردة شماله دي فردة يمية بالضبط لما لبس كل فردة في الرجل السليمة بدوافع اللعيبة قدر يحقق ده ما بالك بقى كمان لو كمل جميله وقدم كل واحد بقى ياخد فرصته ويخلق دوافع من اللعيبة إن اللي نازل يعني تيرزيجي قدم واحدة من أفضل مبارياته وأضاعه لأن حسست المباريات لسه مش عنده مصطفى محمد واحدة من أفضل مبارياته ما هدفش وخرج بره صندوق لكن تشعر الناس دي ميتة إنها تكسب وده شعور مهم جدا لما ينتقل إليك تسقف لهم وتقولون بربوا عليكم وأنا بقول لك يعني يعني كويس إنه يكسبنا عشان يشعروا بمتعة المؤذرة لكن حتى لو كان حصل شيء تاني كان هيجدوا الاحترام عند جماهير الكور مصرية لأنهم عملوا اللي عليهم